أهلا بكم أطفالنا في درس جديد من دروس الرياضيات لمرحلة التمهيدي درسنا لهذا اليوم هو الرقم عشرون عشرون آحد عشرات الآحد صفر والعشرات رقم اثنان اللي هو عشرون حزمتين عشرة حزمة أخرى عشرة اتمثل الرقم عشرون يعني نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حزمة واحدة عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون عزمتين تدمج سويا يصبح الرقم عشرون عشرون أخذنا بالدروس السابقة الرقم واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر آخر رقم اللي هو رقم عشرون آحد صفر عشرون يكتب بهذا الشكل عشرون مثل ما تلاحظون عدنا مجموعة اللي هي مجموعة الفواته نرتبها في لوحة الفواته لوحة الرقم عشرون تعالوا معي يا أطفال حتى نرتب هذه اللوحة ما هذا عنب واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى احدى اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة تسعة عشر عشرون رقم عشرون ماذا تمثل هذه اللوحة؟ تمثل الرقم عشرون أدنى رقم واحد ممكن تمثيل الأرقام بعيدان الغليون هذه رقم واحد واحد اثنان عندما تطوى بهذا الشكل يصبح الرقم اثنان ممكن نشكل الرقم ثلاثة ثلاثة أليست جميلة؟ أربعة أيضا نستطيع تشكيل الرقم أربعة أربعة الخمسة كعكاب السكر رقم خمسة ستة 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 سبعة بهذا الشكل سبعة ثمانية عكس السبعة والتسعة وأخيرا الرقم عشر أشعر 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 أشعر